أكره حاجة واجهته في IOS 16.2 البيت الأول ليس هذا إذا كان جهازك طافي وتبي تصور صورة سريعة بتروح كذا تبي تصور طيب صورت و خلصت تصوير ما تقل تطلع من الشاشة ما في خيار الخروج بعد ما تفتح هذا الشكل سلام عليكم فتضطر أنك تسكر الشاشة مرة ثانية هذه الحركة أبل حلتها الآن أخيرا فالآن لو تروح الممكن هذا الحق التصوير بتصور طلع لك الخط هنا في هذا البيت الثاني هنا البيت الأول ما في هذا الشكل سنرى بعد ما نحدث الجهاز هنا نجرب بعد التحديث سنجرب نفس الحركة و سنرى كيف تنحل هنا المهم السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد واليوم نزلت أبل IOS 16.2 البيت الثاني أو في وقت مشاهدة تكون في فيديو هذا كبداية أول حاجة مثل ما نرى من البيت الأول البيت الثاني هذا الحاجة مثل ما نرى النسخ التي نزلت معنا الآن مثل ما نرى IOS 16.2 البيت الثاني في النهاية E والماكو اس البيت الثاني في النهاية E والماكو اس 13.1 في النهاية E والواتش اس 9.2 البيت الثاني في النهاية D والتيفي اس و لدينا AirBots 2 هذه AirBots Pro 2 نزلت لنا نسخة جديدة طبعا منه مش بيتة سوف ينزل عندك كيف تحدثها لك الميزات عندك لا يوجد أي شيء بس تحديثات خبيثة يقول لك تحسين لحق الكونكتفاتي أو الشبك وسرعة الشبك بين الجهاز تحسينها الأشياء خبيثة كيف الطريقة التحديث أو الأشياء لا يوجد أي طريقة معينة عليك أن تفتح الـ AirBots الأفضل يتسرع الـ AirBots لكي تعمل عندك تخشي العيدات وتذهب إلى شاهدت الحركة اللي جاي عندي هنا أول مرة أرى صير ملون المكان لتاقنا بس ما كانت موجودة نفسي الطريقة من قبل هذا الـ Beta الأول ننصدر الـ Beta الثاني ونشوف بعد التحديث هذا المهم بعد أن تفتح الـ AirBots ويظهر عندك هنا الخيار تنتظر فترة تضعها في الشاحن كم من دقيقة خمسة دقيقة تضعها وتركها ساعة ساعتين لهم أنك سترجع لا يوجد شيء محدد أنك تحدثها وطريقة التحديث فهذا هو الحاجة وهذه التحديثات والأشياء التي نزلت عندنا و برضو في تعديل الـ Beta التي ستتكلمنا وقلنا لكم أن لو نخش العيدات نذهب عام على تحديث البرامج هنا الخط كان عريض الـ Beta الأول كان عريض الآن رجعتها بالشكل القديم وفي خيار جريد الآن عندكم أو وجس جريد لحق الـ Health لو عندك مثلا ضغط هنا تخصيص ضغط إضافة أدوات الآن في خيار جريد هنا لحق النوم النوم في البيت أو نزلته الآن صحتي هنا فماذا نرى الأشخاص الذين يأخذون العلاجات سيطلع لهم وجهة تحطة عندك هنا ويحسب لك وكل شيء فأنت بكيفك و برضو بما أنه هنا الآن الآن إذا كنت حط خلفية عندك في خيار جريد أنك تضغط هنا يقول لك الذهاب إلى صورة في المكتبة تضغط عليها يفتح لك الصورة على طول فهذا خيار جريد مرضو عندنا وفي خيار جريدنا تتحدث في البيت الأول في التلفزيون تطافت زيادة أشياء في التلفزيون ونرى الإنشطة الحية مثل ما نرى كان فاضي في البيت الأول لأن البيت الثاني تضغط لك أشياء أبول هنا يقول لك أنها مور فريقونت سيؤثر على البطارية فأنت بكيفك نجمعكم بعد ما تحدث الجهاز هذا للآيو اس 16.2 البيت الثاني نفتح الجهاز نفتح برنامج فري فورم الآن سنرى المزامنة بين الجهزة هذه كانت في مشكلة في البيت الأول سنرى الآن معكم نفتحها نجرب مثلا صفحة ثانية هنا لا أخرج صفحة نرى القوائم لا أخرج نجرب صفحة جديدة جار المزامنة أخرج الصفحة هذه الصفحة الأولى لا أخرج صفحة ثانية لا أخرج صفحة ثانية لا أخرج صفحة ثانية نفتح مثلا صفحة ثانية كيف نحفظ هذه الصفحة يجب أن نكتب شيء نحفظ نرى كيف السرعة فالآن لو أفتح ونفتح هذه الصفحة نفسها نرى المزامنة لو أضع مثلا شكل نرى السرعة كيف نضع شكل ثاني على طول نرى كيف سرعة المزامنة بين الجهزة تحقيتك في فهذا التحسين في برنامج هذا في البيت الثاني أبنى هذا الفيديو تنسوا الاشتراك بالغناة تشتراك في حسابي سناب شارتش لا تنسوا إذا دعاكم والسلام عليكم